التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزبيدي سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى بلادنا تايوال كوك واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في بلادنا وجهود إحلال إنهاء الحرب وإحلال السلام وتمرد الميليشيات الحوثية الإرهابية وتعنتها ورفضها لمبادرات السلام ولجوئها للتصايد العسكري واشهد الزبيدي في اللقاء بموقف كوريا الجنوبية الداعم لمجلس القيادة الرئاسية والحكومة مثمنا الدعم الكوريا الكبير للجانب الإنساني في بلادنا ومعربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلادنا وجمهورية كوريا في المجالات كافة ودعا الزبيدي الحكومة الكورية بتوسيع استثماراتها في العاصمة المؤقتة عدا والمحافظات المحررة منوها إلى البيئة الاستثمارية الواعدة في بلادنا والتي من شانها أن تمنح الأصدقاء الكوريين امتيازات كبيرة في قطاع الاستثمارات النفطية والغازية وإعادة تأهيل البنى التحتية في قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وأعرب الزبيدي عن ثقاته بإمكانية تعزيز الحكومة الكورية للدعم الذي تقدمه لبلادنا في مجال التدريب والتأهيل وبناء قدرات كوادر المؤسسات الحكومية باعتبار كوريا الجنوبية رائدة في هذا المجال من جانبه أكد سفير كواك موقف حكومة بلاده الداعم لشرعية المعترف بها دوليا في بلادنا ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ودعم الجهود الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة واطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإحلال السلام كما أكد السفير استعداد حكومة بلاده توسيع نطاق الدعم المقدم للحكومة اليمنية من خلال زيادة التمويل المقدم للمشاريع الإنسانية ومضعفة منح التبادل الثقافي وتعزيز فرص التأهيل والتدريب من خلال التبني مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التي دمرتها الحرب لإعداد الشباب لسوق العمل